السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطيكم العافية جماعة وبرحب فيكم في حلقة جديدة من دورة تغيية الحيوانات الأليفة في دورة اليوم بعد ما تعلمنا كيف نحسب الاحتياجات اليوم رح نعمل أول وصفة أو نصمم أول وجبة لكلب طيب زي ما تشوفوا هون خلينا أشرح لكم عدة أمور بالأول عندي وزن الكلب رح يكون 30 كيلوغرام وقمت بحساب الاحتياجات إلو مسبقا تذكروا من أعطيتكم هومورك وتعطيكم هومورك يظلكم تحسبوا الاحتياجات أول بأول لعدة أوزام الكلاب وزن 1, 10, 20, 30, 40, 50 فالمفروض هذا الرقم يكون عندكم جاهز الاحتياجات تحاسبينها وعندكم جدول زي هيك هاي الوصفة كمان بدنا نعمل المكونات تبعاتها تكون chicken priest هس أنا بعرف خطي بالمرة مش واضح هون ولكن أنا رح أنقلكم إياهم وأسجلوهم عندكم رح يكون chicken priest أو صدور دجاج بسمتي rice أو اللي هو رز بسمتي olive oil أو زيت الزيتون carrot جزر zucchini كوسة salt ملح ginger ginger bone meal كسبة العظم أغلبكم ما بعرف يعني كسبة العظم هسا بشرح لكم إياهم كسبة العظم هي مادة توفرة تجاريا مصدر رئيسي للكالسيوم والفوسفور معدة من صحق عظام الحيوانات تمام؟ طبعا مكون معالجة حرائريا ومزبطين أمورها وصالحة للاستهلاك تبع الحيوانات هاي هنه المواد الرئيسية اللي رح نستخدمها في الوصفة في عندي جدول عندي q هون معناها الكمية يعني هسا رح أفرجيكم كيف رح نبلش نحسب والخطوات كل مادة رح نطلع إلها قديش كم مقدار تبعها ونحطوا تحت الq اللي هو الquiet entity نطلحهم هون هلا في عندي أنا جدول هون بجهزلكم فيه ظل كمن معلومة ويكون جاهز ويعني رح تلاقوا ترابط إلو موجود بالdescription تحت بالوصف بصندوق الوصف خلينا نشرح لكم مياه سريعا في عندي المكونات أنا هون عندي زي ما تلاحظوا في category في عندي أنا هون مصادر البروتين من الكل فري البيف اللحم التونا السمك سالمون هاي انواع سمك تيركي داك ايكس بايسون هاي كلها مصادر لحوم او بروتين فبعد هيك في عندي أنا مصادر الطاقة مصادر الطاقة زي الباستا رد لنتلز براون لنتلز يالو لنتلز بارلي باسمتي رايس وايت رايس براون رايس ويت بوتايتو بوتايتو طعم في غيرهم كثير ولكن هاي امثلة وهي تقريبا الشغلات التي متوفرة عنا في الوطن العربي يعني ما راح توقع لو تبحث على الانترنت على جوجل راح تلاقي كثير شغلات بس يعني هاي متوفرة تقريبا في كل منزل عربي على ما اعتقد حسب اعتقاد الشخصي يعني مضلة فيبر تورين باودر هذا للقطة تخليه انسوها السحاليا في عندي البون ميل حكيت لكم عنه والشيكن بونز ممكن احنا نستخدم لما نشتري جاجة ناخذ العظام تبعتها ونطحنها برضو مصدر للكالسيوم والفسفور وعندي الزيوت مصادر للدهون اللي هم الكانولا اويل والأولف اويل طبعا فيه كوكونوت اويل فيه كثير شغلات بس هذول اللي اكثر اشيء ممكن تحتاجهم واللي دايما متوفر هو زيت الزيتون اليوغيرت هو مصدر كالسيوم ممتاز مصدر فوسفور ممتاز مصدر بروتين ممتاز ولكن انا نحط هون اكسترا وحط كموميل درينك اليوغيرت لماذا نحطه اكسترا لما نصمم واجبة ما رح نحط فيها يوغيرت لكن ممكن نحطه كصايد ديش يعني هيك دلال دلع تمام وكثير ممتاز وفيه فوائد صحية رائعة جدا والكموين ممكن نعمل مشروب الكموين اعتقل بالعربي البابونج ممكن نعمل مشروب منه وتشرب الكلاب كثير رائع طبعا فيه انواع اخرى رح اضيف لكم اياها شو الشغلات او العشاب اللي ممكن نعملها منها مشروبات للكلاب والقطط طيب هاي عندي المواد الاشي الثاني عندي هسه هون قيم البروتين طاقة دهون صوديوم بوتاسيوم كالسيوم فسفوراس فوائبار كوربس الارقام هاي يجب تلاحظ 0.31 ايش مقصود فيها مقصود فيها انه كل غرام من صدور الدجاج فيه 0.31 او فيه فاصل 3.1 غرام بروتين يعني اذا كنت تحول الى 100 غرام اضرب في مية فبطلع معك 31 غرام بروتين في كل 100 غرام صدور الدجاج كذلك الامر بالنسبة للطاقة طاقة هي 1.65 كالوري في كل غرام الدهون هو 0.36 غرام فات في كل غرام من الصدور الدجاج الصوديوم وحدته بالملي غرام هو البوتاسيوم والكالسيوم والفسفوراس هذول كل هم محدث ملي غرام يعني مثلا بوتاسيوم في 2.5 ملي غرام بوتاسيوم في كل غرام صدور الدجاج فايبر وحدته بالغرام والكاربس بالغرام تلاحظوا طبعا مصادر اللحوم كلها ما فيها لا كاربس ولا فايبر بس مثلا نيجي هون على الباستا رح نلاقي انه فيها كاربس بها 0.25 غرام لكل غرام باستا او اذا نضرب في مية بصلاع 25 غرام كاربس في 100 غرام باستا والنفس الشيء بكون فيها 1.2 غرام في كل 100 غرام باستا اوكي لماذا نعملها بالطريقة بالعاد اذا تبحث الانترنت ستجد الاحتياجات لكل 100 غرام ولكن دعنا ارجع للجدول بالطريقة هذه هي طريقة كثيرة لكن لما نظر كميات لكي نضرب الرقم الذي ظهر هنا في أي رقم هنا مباشرة لكي يعطي كميات تبعه سنفهم أكثر لما نعمل لنحل الموضوع بس هي هكا الفكرة مثلا انا كان بدي 20 غرام أو 10 بضرب 20 غرام قيمة البروتين هون بعطيني هذول 20 غرام كم فيهم بروتين كم بعطون البروتين ونفس الشيء بضرب في قيمة الانرجي بعطيني التوتل تبعهم بعدين آخر اشي بس اطلع هذول كلهم بجمع بطلع التوتل هاي الوجبة اللي عندي كم حجمها بالكامل صار كم قيمة البروتين كلية فيها كم قيمة الانرجي الطاقة الفات الى آخر بجمع وصير اقارم بيان معي انه والله صح انا عند البروتين هاي يوضم عن الرينج اللي مطلوب ما بين 66 إلى 62 و 120 الى آخر يكون أموري تمام طيب ستبات رح نمشي فيها عشان نعرف يعني زي ما نحكي خوارزمية طريقة حل معينة نمشي فيها عشان يطلع معي انا خلطة متوازنة اوك طيب خليني اول شغلة بدنا نوازن البروتين فبنيجي بنحكي هون عندي step او لا خليني امسح كل شيء اول ونكبر عشان يكون معنا مساحة للحل نجي بنحكي اول خطوة واحد step one اللي هو نسميها solve for روتين اللي هي العربي وازن للبروتين طيب القاعدة عندي بتحكي لك التالي انو البروتين لازم يكون الحد الادنى من البروتين 66 لازم يكون كلهم جايين من اللحوم اي اشي زياد يجي من الخضار لا مشكلة خير وبركة لكن الحد الادنى لازم من البروتين فعشان هيك احنا شو مصدر اللحوم عندي اللي هو chicken priest chicken priest كم فيه بروتين نجا على الجدول هون فيو 0.31 فبقسم 66 على 0.31 كم بطلع معي بطلع معي 213 غرام بطلع بطلع وفراطة بس ما نقرب دايما ننسى الكسور دايما نقرب بطلع عندي 213 غرام من الدجاج فبقسم هون هسا انا الـ 203 حلو وهذه الكمية البروتين فيهم 66 غرام اوكي خلينا اشرح بشكل سريع شو اللي صار انا كل غرام بروتين فيه هاي القيمة من البروتين 0.3 تمام فانا بدي اعرف طب كم غرام من صدور الدجاج فيها 66 غرام بقسم 66 على 0.31 بقسم الـ 213 فيهم هذا الرقم عشان نتأكد هاي 213 ضرب 0.31 1 اعطيني 66 تمام جماعة وحسا بعد ما عملنا هاي الخطوة لازم انكمل الجدول الهض نأتي كم فيه طاقة 1.65 اضرب 1 بسي فتح الناهون 1.65 ضرب 23 بطلع 300 1 50 بطلع عندي 300 1 50 بالنسبة للدهون الدهون كم فيه 0.036 طيب هاي 0.036 ضرب 2 13 بطلع 7.6 اللي هو 8 غرام طيب بالنسبة للكاربس فهاي الكاربس عندي 0 وبالمرة ما في فايبر عندي بحطها 0 باجع الكالسيوم هسا الكالسيوم 213 ضرب 0.15 بطلع 32 32 والفسفور ضرب 213 476 476 476 طيب لغاية الآن احنا وازمنا البروتين زي ما بتلاحظوا صح المصادر الأخرى فيها بروتين بس مدام أمننا البروتين كامل من مصدر لحوم ايك امورنا متاس اي اش زيادة قد ما يجي ما في مشكلة لانه في معنا رينج كبير كما تلاحظوا ما رح نطلع عنه رح نضل جوته بالنسبة للطاقة 1300 في عنا 3051 كمية هون 213 غرام وبوكل من 600 يعني لسه معنا كمان مع وصلنا المينموم هلا بس نستخدم البسمة رايس راح تلاقي انه حجم الوجبة نطف جاء قيمة كبيرة بس يعني مدة الفيديو صارت 15 شر دقيقة تقريبا ما بدي أطوله عليكم منكمل بالجزء الجاي رح يقضى الفيديو رح يكون شوي طويل لأن الطريقة بدها شرح هيك وعرواك نفهمها فعشان هيك رح يكون عدة أجزاء هضة الجزء الأول الجزء الجاي رح نشوف كيف نحسب ونوازن للطاقة تمام هيك كدر أقول الطمير مرتاح يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر